ألو أستاذ أتفضل إيه ألو أتفضل إيه أستاذ تأسير لو سمعت كنت عايزة أسأل بالنسبة لشهادات الادخار هل العائد بتاعها حلال ولا حرام والسؤالي لسببين أول سبب هو أن البنود الخاصة بالشهادة ما فيش تصريح فيها أن هي تتبع شريعة الإسلامية والثاني سبب هو أن العائد سواء الشهادة ذات عائد تغير أو ثابت فالنسبة معروفة من قبل ما أخد الشهادة إيه تاني؟ لا تفوضل سؤالي شكرا طيب يا ستي أنت حديك بتسألي عن شهادات الاستثمار صح؟ شهادات الادخار شهادات الادخار فأنت حديك بتسألي على شهادات الادخار وعندك حاجتين أساسيتين بتقولي فيهم أنا مش مقلقيني شوي الحقيقة لأولنية أني ما فيش أي حاجة تدل على أن هم بيتبعوا وبيطبقوا معايير الشريع الإسلامي أول الكلام دوت مش صحيح لأن الدولة كلها والبنك المركز المصري ملتزم بأنه هو يكون بيراعي أحكام الشريع الإسلامية وما ينفعش أن يكون حد بيعمل حاجة مبتعد عن الشريع الإسلامي ودليلها لذلك قانون 194 اللي تم تغيير فيه ورفع لفظ القرض منه عشان تبقى المعاملات بشكل صحيح فإذن أي معاملة هنا المفروض أن هي تكون في ظل لتطبيق الشريع الإسلامي لأن الدولة المصدر الرئيس للقضايا فيها وللأحكام فيها وللقوانين فيها هي الشريع الإسلامي طيب نيجي بقى نقول بقى في المعاملة أنت بتقولي أن فيه ملحوظة كده بتخلي المعاملة عندك فيها أقلق وهو أن الريع بتاع المعاملة وهو دي مش فايدة أن الريع بتاع المعاملة ده محدد طيب محدد إزاي؟ وإحنا أصلا بنخسر وبنكسب فإذن لازم نعرف أن أنا لما بحط وبعمل شهادة التوفير أنا بمول مشروعات متعددة أنا مش بمول مشروع بعينه أنا بمول مشروعات متعددة يعني إيه بمول مشروعات متعددة؟ فيه مشروع بيكسب مشروع بيخسر فيه مشروع بيكسب ولاي المشروع بيكسب كتير فنعمل إيه عشان نقدر نكون فيه عدالة في التعاقد تحت إشراف البنك المركزي نعمل إيه؟ نعمل حاجة اسمها إن إحنا نعمل بدراسات جدوى وبدراسات السوق وبالمؤشرات الاجتوارية وبدراسات المستقبلية نحدد سعر سعر لهذه العائد وفيه مصطلح كده بيستخدم سعر الكردور وبعمل إيه؟ وبنحدد مش بنحدد بنعمل إيه؟ بنحدده مسبقا بنحدده مسبقا بناء على إيه؟ على كل الدراسات دي هو مثابت ولكنه محدد مسبقا محدد مسبقا يعني إيه؟ وكأنني عشان أساهل على حداتك وكأن من كل المؤشرات الموجودة قدامي أنا خدت المتواصف بتاعها لإني الدراسات خلتني عارف إن مش كل المشروعات دي بتخسر ومش كل المشروعات دي بتكسب لكن في الآخر خارس المشروعات دي العوائد بتاعتها بتكون كذا فبيكون حظ الناس وبيكون العائد حسابه بهذه النسبة يبقى النسبة دي محددة مسبقا بناء على جملة كبيرة جدا جدا من الدراسات ومن المؤشرات يبقى إيه لا يحصل؟ يبقى المال العائد اللي عندي ده عائد مراعي لأحكام الشريعة الإسلامية وكمان فكرة إن العائد ثابت لا هو محدد مسبقا لكي نستطيع أن ندير هذه العملية الضخمة وهي عملية تمويل مشروعات البنك اللي أنا أودعت المال فيه في شكل شهادة التوفير أرجو أن أنا كنت وضحت لك وإن النقطتين دولة مش نقاط تمنع إن العوائد دي تكون حلال لا العوائد دي حلال لأنها عوائد تمويل وليست قرط ترجمة نانسي قنقر